وإلى الشان السياسي العراقي حيث يعتمد الإطار التنسيقي استراتيجية جديدة في الأربعين يوما المقبلة ويحاول من خلالها كسب ثقة التيار الصدري في تشكيل الكتلة الشعية الأكثر عددا وأيضا تطمين الشركاء الآخرين في تحالف إنقاذ وطن بضمان الاستحقاقات الدستورية دون أقصاء أو إرادات عكسية وستتكفل قيادات مهمة بهذا الحوار يكون رئيس اتلاف دولة القانون الرمالكي طرفا محوريا في المشاورات مع الكتلة السنية والكردية بينما يتكفل هذا العامر وفلح الفياض بالبيت الشيعي والمستقلين وبما يمكن الإطار من جمع الأضاد التي تركتها أربعينية الصدر مع القناعة باستحالة الوصول إلى حلول عملية بمبدأ الهيمنة داخل البيت الشيعي أو خارجه ويرهن الإطار على ثلاثة متغيرات مهمة يتقدمها عدم قناعة الجميع بأن نصاب الثلتين لن يتحقق دون التوافق السياسي بين القوى الكردية والسنية والشيعية ونصف المستقلين وأن البقاء في الثلث المعطل ليس خيارا استراتيجيا لأنه قد يعيد الأمور إلى الاحتجاجات الشعبية وربما العودة لمربع الانتخابات المبكرة التي سيخسر فيها الجميع